والخلاصة النهاردة في اول موضوع يمكن هتكون مفيدة لكتير جدا من المصريين ودايما دايما عندنا مصطلح بناخده من باب التاريخ ونقول اي حاجة حكومية روح لمدام عفاف في الدور الرابع لو عايز تقدم شكوى هيطلع عينيك ببين الف جهة تروح تقدم فيها شكوتك ودايوة ديك لده والمكتب دي ودايوة ديك لده ودايوة ديبعاتك للدور التالت لفولان كل دي اساليب وطرق عشناها ورصدتها السرمة المصرية ورصدتها الثقافة المصرية لكن الحقيقة احنا بنحاول نغير ده وفيه خبر مهم جدا توقفنا عنه وهيكون مفيد لملايين المصريين بذات العاملين في القطاعات الحكومية ايه الخبر؟ الخبر انه النيابة الادارية تطلق لأول مرة تطبيق الكتروني لتلقي الشكاوى من المواطنين ضد الموظفين اخيرا المعدة دي ممكن تتغير النيابة الادارية قالت ايبا قال انه مواكبة لمرور سبعين عام على نشأة النيابة الادارية كهيئة قضائية عريقة ذات دور محوري في مكافحة الفساد واعلاء سيادة القانون تم اطلاق هذا الابليكيشن عشان يتيح للمواطن فكرة تقديم شكاوى ضد الموظفين في حال تعطل اي مصلحة ليه الهدف من ده ايه؟ الهدف من ده بتقول النيابة الادارية ان احنا عايزين نزيد من معايير الشفافية بشكل عام عايزين نزيد من معايير الحوكمة اللي بتتخذها دولة مصر بنحاول كمان ان احنا نشجع المواطنين على فكرة محاربة الفساد ونزيد كمان من اساليب المراقبة على الموظفين وده في النهاية قدر من الشفافية بشكل كبير جدا وده جزء من سياسة مصر 2030 في تطبيق التحول الرقمي وسياسات الحوكمة الرشيدة طيب احنا كمان بنورح لكم بعض المشاهد من التطبيق اللي هيكون متوفرة على كل الانظمة سواء كان ايو اس سواء كان اندرويد سواء كان هواوي تستطيع حضرتك عن طريق اي نظام في تليفونك تستخدم التليفون بس انت وانت قاعد في اي مكان سواء كنت في المصلحة الحكومية سواء كنت في بيتك تستطيع انك تواجه مدام عفاف بانك تبعت الشكوى دي شكوى الكترونية وبنظام كمان يدي قدر كبير من الحوكمة والشفافية لانه طبعا كل شيء هيكون مسجل الكترونيا وبالتالي مفيش تعامل بشري وكلما قل التعاون البشري بتزيد برضو فكرة ايه يعني طبعا بقى الرشاوة عدم ممارسة دورك في العمل بشكل سليم التأخير التعطيل كل ده ممكن حضرتك تشتكي منه وده برضو هيساهم في محاربة الفساد في مصر بشكل كبير جدا التطبيق ورينا لحضرتكو صورته كمان تستطيع انك تنزله من اي نظام على تليفونك الخلاصة انه بتليفونك تستطيع انك تحارب الفساد ترجمة نانسي قنقر